بقشور الموز ستخلصي لياما من شي حاجه اسميتها التالول او التولال فبشرة كل من يعاني البنات من التالول و التالول بزاف دي النساء كيقولي في الكومنتاغ راحنا كان عانوا منه بشكل كبير كي اللي عندها في منطقة العنق بشكل كبير كي اللي عندها في منطقة اليدين كي اللي عندها اللقوق دياله ولا جسم دياله الكامل عمر بالتولال فليوم اختي هدي نبقطه اجي معاك ولا غادي نشارك معاك وحد الوصفة معجيزة غير بالقشر ديال البانان اي اختي ماشي حتى بالبانان و انما غير بيقوشور الموز ستخلصي لياما شي حاجه اسميتها التولال انتمنى اهم حاجه البناس هو تجريبتكم طب و يتحل الوصفة و تقول لي في التعليقات كيف يفجسكم وش عجباتكم وش ما عجباتكم وش ما عجباتكم وش و جنالة الاستحسان ديالكم يعني جميع التعليقات اللي بنات راني كان نرحب بها ما كان مسحته شي تعليق اذا كنتو ديجر مجربينها اقول لنا كيف يفجسكم عندكم شي وصفة اخرى لعلاج تالو الطبيعية يعني ذات فعالي لها كبيرة يعني دقبط لها منذ اول استخدام جربتوها و عاودتو اولا نصحكم بها شي حدو جربتوها وعجبتكم نتيجة ديالها فشاركوها معنا لبنات في التعليقات مرحبا والف مرحبا ما تنسوناش من اللي لايك ديالكم غزلاتي واشتركوا في القناة تفعلوا زي الجرس بختاجي ولا فيديو ما الاحباب اهم حاجة باش تعمل الفائدة الجميع الا كنتو من ناس ديال الفيسبوك فتابعوا الصفحة مرحبا بيكم كذلك البنات كيما كنقولو بختاجي ولا فيديو باش تعمل الفائدة الجميع لايكي ولا فيديو وخليوا لنوح التعليق بفعل تارك باش هكده نعرفو شنو كتا تبغيوا هكده في الفيديو نشاركوه معاكم فالصفحة مرحبا بيكم فكيما قلنا غزلاتي غنحتاج ان شاء الله قشور الموز او لقشور البانان بالنسبة لبنات الموز او لبنات المنافع دياله كثيرة والمزايا لبنات دياله لا تعد فلا تحسن سوف نحتاج القشر البانانة وحده ههو عندي مثل قشور بانانات ثلاثة البانانات ببقى عندك الإختيار شوفوا الكمية اللي غادي تناسبك و اشترك القشر البانان واستخدامه في هذه الوصفة المكوي الاساسي هو قشور الموز او لقشور البانان هما اللي غا نحتاجه ان شاء الله في المكوي الاساسي بالنسبة الكوطة التانوي او لف المكويات التانوية البرنات شنو غادي نحتاجه كمية الملح الملح العادي ملح الطعام ملح الاكل ملح بحر الميت الملح العادي المكونات ثانوية ونحتاج معكم المعجون الأسنان ونحتاج معكم الأنواع المسواك غزال وبيض عامر الملح 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 خصوص الملح 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 أتحدي حتى ملح عملك يكون لونه بيض لا يكون لونه زراق و حمار هذه هي مزيانة ولكن هذه لعلوم الحساسية فيها الحمار و الزراق و البيض هذا يسبب لك الحساسية لأنها تختلف من بشرة إلى أخرى سوف تكون لدينا بشرة حساسة سوف تكون لدينا بشرة حساسة سوف تكون لدينا بشرة لونه حمار و زراق و بيض هذه الألوان لا تزوين بشرة من الأحسن أختي سوف تكون لدي هذا البيض لأنها تسبب لك الحساسية سوف تحتاجون معجول الأسنان سوف تحتاجون الملحة القشرة والبانانة والقشرة والموزة و على بركة الله نزول التحضير سوف نحتاج القشرة والبانانة هذا الهولام سوف تضع القشرة سوف تضع القشرة سوف تخرج سوف تكون كتبا لكم سوف تحسي بها هذا الهولام سوف تغذى البشرة نصحبه و يشيت درق كي يحمق البشرة لكم سوف تضع ملحة سوف تضع القشرة و نضيف الملح نحتاج الملح لطعام أي ملح الأكل اضافة الوصفة اضافة الوصفة نحتاج الملح اضافة الوصفة ومعجون اضافة الوصفة اضافة الوصفة و اشاركتها اضافة الوصفة يجرب لي هذه الوصفة وردع لي لا تندمي نهائيا اخذي المعلق اذا كمعجول السنن دهني على جميع البلايس ثم اخذي القشرة وضعي القشرة وضعي القشرة اخذي المعلقة لدى القشرة اخذي كفاض بقالة وضعي قشرة لديك الاصيق 10 دقائق لم يقطع القشرة الأزرار 1 أسنان المعجون ثم تفرق ثلالة ثم تفرق ثلالة 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 الضيم مادة ثلالة هذه الضير قليل فأنات음�icking في كتو سعيد ثلالة طريقة ثلالة اشتركوا في القناة تبقى الوصفة غير بالقشر البانان اضع القشر البانان اضع الهولام اضع تلالة اضع القشر البانان اضع الهولام اضع القشر البانان اضع القشر بلها اضع القشر البانان خل مائدة الملون هذا هو خل مائدة الملون هذا المسرات قادة في الوصفات اخذ المائدة الملون خلق قليل تستخدم mengلقاته ثلاثة مرة ثلاثة 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 خلق نجنبها ثلاثة طرق الملحة ومعجل الأسنان والهولام الموز وطريقة الثالثة في الخلد المائدة الملون وقشور الموز نشارك معكم الكثير من الوصفة الطبيعية ونشارك معكم الكثير من الوصفة ومعجبتني النتيجة لهم لأنني كنت أعاني من بعض طلالات ومعجبتني نساء ديالة طلالات ومعشيه كثير من الوصفة الطبيعية ومعجبتني كثير من الوصفة الطبيعية ومعجبتني بالموزطة ومعجبتني ومعجبتني في أصبع الوصفة الطبيعية لوجة و العنق و الكرش و الضهر و غير بالقشر البانانا فأي مرة كليتي بانانا سوف يترمي القشر فهنا البنات الكراكين في الضهر غي يغنيك عن الطبيب غي يغنيك على كل شيء فهنا البنات الكراكين في الضهر فهنا البنات الكراكين في الضهر و منذ أول استخدام البنات سأبدأ الغزولة والله القاسم غير جربوها و كنت شاركتها معكم في فيديو مقادرة بالموز و لكن مقادرة مختلفة و اعجبتكم نتيجة مبهرة و بقدكوا تفيدو فيها و انشاءالله فائدة لا تنسوا من لايكات تشتركوا في القناة و فعلو ازال الجرس آخر و نتلقى معكم في فيديوهات إن شاءالله للأخير شكرا